أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى ونصلي ونسلم ونبارك على نبي الهدى سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه الذي أرسله الله تبارك وتعالى رحمة للعالمين اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين النهاردة وإحنا بنبدأ بين يدي الرحمن بين يدي الرحمن لها معنى عظيم لها واقع في القلب لها إحساس لها خشية من مين من الرحمن لها حساب داخل النفس ومع النفس لأن كل واحد فينا وكل واحدة كل مخلوق لازم يقف بين يدي الرحمن فهل هنقب بين يدي الرحمن قدامه وإحنا في سعادة وإحنا في سرور ولا هيبقى الأمر غير كده الموضوع بيرجع عليك انت وبيرجع عليك انت بيرجع لنا كلنا على مستوى مراقبة النفس وعمل الصالحات اللي هي الصالحات الباقيات وتقديم الخير أنا ما كسلش عن نفسي لكن أعمل لها رصيد عند مين عند الرحمن اللي هو الله الذي لا إله إلا هو وهو الذي قال عن نفسه سبحانه الرحمن على العرش استوى أي ارتفع عن جميع الخلق وأحاط بجميع الخلق إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وبعدين يجيب لنا أهم ما في الموضوع السر الذي لا يعلمه إلا هو فيقول هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم النهارده النهارده في الصالح وجات عن كذا وعن كذا وعن كذا وعن كذا لا ده حكاة طبيب والحكاية بتتطفق معه واحد من الصحابة بتتطفق معه في ايه؟ بالتساوي واللي هناخده من معنى كلمة التساوي يعني رحمة ربنا موجودة في كل زمان وفي كل مكان وفي كل زمان موجود الصلاح والفلاح والصالحين والأولياء إلى أن تقوم الساعة سيدنا النبي بعد ما تصلى عليه جميعا ما نصلي على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم نصلي عليه تاني صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة الخير الصلاح الخير النفس النقية النفس الزكية الإيمان الطهارة الطمأنينة السكينة التي ألقاها الله وأنزلها في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم سبحانك يا رب شوفوا الطبيب ده بيقول إيه كده؟ بيقول إيه؟ إن اتصلوا به في المستشفى في المكان اللي هو فيه وقالوا له إن فيه حالة حرجة موجودة في المستشفى جاية الإسعاف جابتها فنتجة عن حادث حصل فبيقول رحت على المستشفى فلما دخلت على الحالة وجدتها شاب في مستهل العمر ولكن بين الموت والحياة يعني بيتكلم بالعافية كده يعني طيب دي أمر طبيعي إيه اللي غريب فيها؟ اسمع بقى للطبيب بيقول إيه؟ نظرته إلى وجهه بس يتفيه وشه كده فإذا هو مستبشر سبحان الله أنا بشوف اللي بيبقى في حادثة بيبقى حصل له حاجة مفاجأة بيبقى مخضود وبيبقى مرتعب وعمال يتوجع ويتأوه ده أبدا ده مستبشر كده الله إيه ده؟ معقولة؟ مع علم حالته مش مطمئنة فاللي كانوا معه في الإسعاف قالوا للدكتور إيه؟ قالوا له وهو في الإسعاف بقى دائم القول لا إله إلا الله محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله سبحان الله العلي العظيم وبعدين يخش المستشفى يبقى على السرير في الرعاية والدكتور اللي حواليه يحاولوا جاهدين إنهم يعملوا له الإسعافات الأولية عشان ينقذوا حياته فهو يبتسم هو بيتسم إيه؟ بيتحك لهم ده على حافة القبر على حافة الموت يعني هو حسس كمان بكده بتتحك على إيه؟ لا ده مش بيتحك على ده حاجة في الدنيا خالص ولا مستفشر بحاجة في الدنيا خالص ما ليش يدعوا بالدنيا وملقي الحكاية يقول لهم إيه؟ يوصل الطبيب اللي حواليه ويقول لهم أنا شامي مريحة جميلة أوي أنا شامي مريحة كأنها رائحة الجنة شوف ربنا أجرى على لسانه إيه؟ كأنها رائحة الجنة طيب دي تتساوى مع مين؟ مع سيدنا أنس بن النضر في يوم أحد أما ينادي بأعلى صوته ويقول إيه؟ إني والله أشم رائحة الجنة خلف هذا الجبل خلف جبل أحد سبحان الله العلي العظيم ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا رائحة الجنة تشم على مسيرة مئة عام ده مسافة هم بيشموها بس بيشموها بشرة بشرة من مين؟ من الرحمن لأنهم عاشوا في ألف حساب وجعلوا الرحمن رقيبا عليهم جعلوه يراقبهم رقيب عليهم في كل كبيرة وفي كل صغيرة بالتقوى والإيمان والعمل الصالح يشاور للدكتور يقرب منه يقول له أنا عايز أمي وعايز أبويا فالدكتور يتصل من خلال التليفون بعد حصوله طبعا على ركم بيته أو والده أو كده ويتصل بهم ييجي أبوه أمه بسرعة المستشفى وهو لسه على قيد الحياة فلما أتوا إلى المستشفى ماذا حدث وماذا كان نستكمل في اللقاء القادم بإذن الله ونتوجه إلى الرحمن أن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك يا ربنا يا إلهي وسيدي ومولاي كما بلغتنا شهر رمضان شهر الرحمة والغفران بلغنا برحمتك صالح العمل وحسن الخاتمة وتقبل منا الصالحات وتجاوز اللهم عن السيئات ونتوجه إليك أن تتقبل منا ولا تردنا على أعقابنا خاسرين برحمتك التي وسعت كل شيء لا تدع فينا سائلا إلا أعطيته ولا تدع لنا لنا زنبا إلا غفرته اللهم إنا نسألك ألا تدع ضالا إلا أديته بهداك ولا تدع داعيا في خير إلا أجبته برضاك ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد اشتركوا في القناة